اهلا ومرحبا بكم مسلسل امينة حاف اليكم ملخص الحلقة اربعة اوس بيقدم على طاولة الطعام وبيقوله لابوك لابو شبك خفت فارس بيهدد اوس اذا بيحكي لحد انت كنت معه وحدي بعدين فارس بياخد زوجته وبيمشي حسنا بيتصل بامينة وبتعصب عليه وبتسكر امينة بتروح لعند امها حصة وتقول لكم لتا شو جابك امينة بتقول لها حصة عندي مشوار خلي حنين عنديك شامايل بتقول لها ام ضرار عن شقة اللي فوقها فاضي ولازم تخلي هارس يخلي امها تسكن فيها بيرجع هارس وشامايل بتسألو وين كنت من امبارح قل ما دخلك وين ما بروح بروح اوس بيخبر امه انه ابوه كان مع وحدي بالمطعم وشامايل بتعصب على هارس بتسألو مين البنت اللي كانت معك بيقول لها زوجتي واليوم زوجتها راح تسكن فيه معي بالبيت فارس بيتصل بزوجته الثالثي وبيقول لها جاهزة حالي حتى تجي على البيت امينة بتوصل لمكان اللي توعدت فيه هي وحسن وبتروح لعنده طيبة بتحقق مع حنين وين امها او شو شو في حنين بتقول لها ما بعرف رقيب تحكي مع شمايل وبتقول لها انه ما دخلني راح تخطبت له اياها وهي صغيري احسن مني ومنيك حسن بيطلب من امينة كل يوم تاخده صندوقين وبتسأله شو عم تتعمل بتقول له بدي سافر باقرب وقت امينة بتقول له مستحيل لسا فيك بذر بيرجع على البيت وبلاقي زوجته راجعة وبينزعج وبسمع كلام قاسع عدو حسن بلاقي امينة وبقول له انت شفتي حسن وبتقول له انت مراقبني وعرفان كل شي كنتم سكوه بقى لا بقى